وانت بقى تكمل بقى ما قلت في حاجة مفروض هتحصل او حاجة في التدريب وإحنا بنتكلم لا هو بالنسبة لأحمد يعني؟ لا مع أحمد وانت في حياتكو بقى في النادي الاهلي في الفترة كابتن بتاعة التوقف سفرنا كل البلاد العربية وكنا بنعرف قيمة النادي الاهلي من خلال الجماهيرية برا ها يعني مثلا تروح انت بتلاعب مثلا منتخب مثلا سيم من البلاد العربية لا لا السعودية والكويتة وال تلاقي جمهور وحتى من الاخوة العرب بيشجعون لده الاهلي بيشجعوش في رئيطهم نعم تروح للعراق تروح للأردن تروح لبنان تروح سوريا تروح لبيا تروح الجزائر تروح السودان دي حقيقة جمهور حاجة وطبعا روحنا كل البلد ديت فكان النادي الاهلي بشعبيته الكارفة في كل بلاد العربية وبرضو معلومة معظم البلاد العربية تلاقي فيها نادي اسمه اهلي تلاقي اهلي بنغازي اهلي ترابلس اهلي اهلي عمان اهلي اهلي جدأ انت بعد ما لعبت درجة اولى واللي هو بقى في الدور الداخلي اللي كان بين الانفرق بينه وبعضها داخل النادي الاهلي بدأنا بعد كده الكرة ترجع تاني تلاتة وسبعين بعد ما ربنا كرم مصر وحرب تلاتة وسبعين ورجعت لنا ارضنا تاني وبتاعه الكلام ده انت كنت بقى خلاص بطلت كرة ما هو الفترة الفترة كانت من ستة وستين سبعة وستين اه عدنا نلعب يعني حتى دول داخلي لا مش دول داخلي وبس يعني مثلا ايه كابتن عبدو حلم زمورة اه مثلا المانيا جاية جاية مصر فيعمل منتخب منتخب ما بين اهلي وزمالك اه يلعبوا المانيا اه وبعدين نادي الاهلي يلعب اه الاتحاد الزفرية اللي وحده اه التحذس ويت احنا عرفك ناكسبناه تلاتة واحد الشيخ طاق جاب جولين وانا جبته جول في المباراة دي في المباراة دي وبعدين المانيا الشرقية نفس القص وبعدين تجيب سراييفو لياغوزلافيا ايوا اهلي واسماعيلي ضد سراييفو فين في ملعب الند الاهلي اهلي وزمالك فين في ملعب الند الاهلي انت انت والسلطين الحتة هنا لازم بقى توقف عندها بقى تم بتقول كابتن حلم الزمورة رحمة الله عليه كان مع كابتن صالح حتى كابتن عبد صالح الوعش اه كابتن عبد صالح الوعش ما كانوا هو كما فترة من فترة كان برئيس اتحاده الكورة ايه حتى حلم الزمورة وكان مفيش بقى العصبية تعصب اللي احنا شايفين دلوقتي على الساحة اللي هو اهل زمالك اسماعيلي بش عارب ايه وبنسمع الفاظ غير موجودة مفيش روح رياضيب المرة ايه اللي وصلنا لكده وانا كابتن شوف لما بقولك لما كابتن عبد صالح وكابتن حلم الزمورة يعود مع بعض يقول له مثلا انت هتلعب يكن كبير اه وانا قبله كابتن طه اسماعيلي طب انا هنا فيه سين وهنا حقصات طب شوت مفيش خلاف وبعدين الشوت الاولاني مثلا هنلعب خمسة وستة الشوت التاني ستة وخمسة مفيش مثلا لا والله انا لازم ألعب فلان او علان فالجمهور في الملعب اهلي وزمالك عاديين مع بعض اللي وصل والاهلي والاسماعيلي اه ايه اللي وصلنا لكده يا كابتن فيه بعض الدخلاء في بعض الاعلاميين بعض الاعلاميين اللي الزرعوا يعملوا نوع من الفتنة بين الناس سوشيال ميديا قبل السوشيال ميديا حتى في الفترة دي ما كانش فيه سوشيال ميديا لكن يطلعوا مثلا في الجرائد في التلفزيون اه في الازاعة كانت برامج قليلة قوي برامج قليلة بس كان فيه نوع من السيطرة على الحتة ديت فكان الاسف الاتجاه كله دايما استفزاز الجمهور اه محولة انك انت تنال من التيم المنافس بتاعك فطبعا ده كلها دي كلها حاجات ناس دخلاء على الاعلام الاعلام طبعا كله ناس محترمين وناس على اعلى مستوى نعم لكن فيه ناس كانت بتطلع تشوه الجمهور هنا وجمهور هنا وتوقع بين الناس علشان يعني يظهروا ان هما بقى يعني البقى على النادي يعني ان هما يعني في الناس بتتبيعهم والبرامج بتاعتهم بتتشاف فيطلع يتكلم علشان يستفز الجمهور ايه اللي نقدر نعمله كابتن عادل واحنا بتتكلم دلوقتي عشان نرجع المياه لما جريها مرة تانية ونبعد على التعصب بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبقية الفرق التانية الاعلامية بيطلعش في الاعلام الا الناس اللي هي في مساق شرف ومساق الشرف ده يبقى موجود بحس ان ما يتقلش اي حاجة تمثي النادي الاخر ويبقى فيه دايما نوع من انواع الاهتم بفرقتك بدون ما تتعرض للثيم الاخر الكلام ده مش هيحصل والاسلام الشرف المهنة مش هيحصل الا ازا كان هناك رقيب عقاب عقاب ورقيب طبعا العقاب والرقيب ما يبقاش بها ايه حاجات من اللي هي حاجات ايه نبقى وقفك اسبوع اسبوعين وترجع تاني لو فيه ارادة لو فيه ارادة لو فيه ارادة وناس بتحب مصر وتحب البلد ديت وعرفة ان مصر دي مذكورة في الكرآن خمس مرات وتلاتين مرة بطريقة غير مباشرة يعرفوا قيمة مصر يعرفوا ان الوجهة الاعلام هو الصورة المراية اللي بتقول الشعب المصري من خلال الرياضة امريكا والصين يا كابتن كانوا حرب بينهم عن طريق تلسطولة حرب البرده دي حرب رياضة تلسطولة